السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام لا يزال الإعصار مكون ويتحرك ببطء على السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية وتأثر به اليمن وصلفنة عمان ونعيش حاليا تبعات هذا الإعصار وذلك بتواجد السحب الممطرة من وقت لآخر أما عن أجواء المملكة فتظل الأجواء مغبرة على مناطق شمال المملكة متأثرة بدخول كتلة هوائية باردة نذهب بحضراتكم إلى حركة الرياح السطحية التي توضع لحضراتكم نشاط في الرياح الشمالية على المناطق الشمالية وتأثر الأجزاء الغربية برياح دافئة ورطبة وأغلبها رياح غربية شمالية غربية نحلق بكم سريعا في حالة تطوص درجات الحرارة متوقع هذه الليلة ونهار الغد في بدن المملكة في مكة المكرمة ارتفاع واضح في درجات الحرارة وسط النهار إلى متصف الأربعينات وأيضا في المدينة منور أجواء حارة في بداية الأربعينات وتبقى الأجواء هادية ومستقرة في الرياض ودرجات حرارة في نهاية الثلاثينات ونسب رطوبة عالية في المنطقة الشرقية ودرجات حرارة مرتفعة على معظم مناطق شمال المملكة وأيضا تنخفض درجات الحرارة عند ساعة الفجر الأولى إلى متصف العشرينات نتيجة دخول الكتلة الهوائية الباردة نسب رطوبة عالية في جدة وأجواء غائمة وسحب ركامية متوقعة عن مرتفعات الجنوبية الغربية خاصة على مرتفعات عسير والباحة وتظل نسب الرطوبة مرتفعة في منطقة جهزان أعزائي المشاهدين شكرا للحزن متابعة عودة جديدة إلى الزملاء وختام نشطة الأخبار